السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي اخوتي تبنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب العالمين نهاركم مبروك اليوم مجيتكم فيديو جديد عندي هنا يا رولي البطاطة اللي زينتها كما لصلاة بسيطة هنا كيف كتشوفو قطعتو هنا هاد اللي رولو هادي نحتاجو فيهم طبيعة الحال الكفتة البطاطة الفلفل الاحمر والاخضر والباصل وزوجو او ثلاثة البيضات والفرماج المبشور هنا عنا كيمية من الكفتة اللي هادي نشحرها هكاية مع الزيت ونحاولو اننا نحلوها ما نخليوها شعني نخصنا نرضوها يعني كيف كنقولو قطعة صغيرة وهدي نزيل لها هنا يا ملعاقة انتاع الابزار صغيرة وهدي نزيل لها الثوم يعني اليابسة هديك الثوم الجافة حبيبات هديش نستعمل الثوم اللي هي ما يعني خضران محت مجهدها وهدي الرولو قيس لحطة فرمضان لذلك نجنبو اه الثوم الخضران نديرو الثوم اليابسة كما تكنش مجهدها هادي ندير اه ملعاقة صغيرة من اه سكينجبير او الجنجابيل وهدي نخليو نحلو هاد المكونات يعني هاد التوابين مع هاد الكفتة وننقصو عليها البطاط ونحلوها غير بشوية بشوية حتى تنحل وهذا نقطع هنا هاد البصلة قطع يعني صغيرة بشوية ضغياء تتشحر ودوب يعني ما تبقاش باين بزاف لحم ان البصلة هي اللي تعطيو حد الطارة والكفتة وكتخلها يعني تعطيو حد دا 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 الماكلة اللي فيها البصلة كتجي اه لديدة مكنشي مكلة بلابس لا وهدي نضيفوها لهديك اه الكفزة وكذلك نزيدون اه نقطع هاد الفلفل الاخضر والاحمر وهنايا الحشوة عفوا يبقى لكم اه الاخطيار انتو مشنو بغيتو اه يعني تديرو في هاتفنو كيف بغيتو بلا ما دي نقول لكم انا شنو هدي تديرو على حسب المكونات الموجودة بغتو تديرو الفلفل اه بغيتو تديرو يعني لزيب ناغ السابانيخ يعني تديرو تديرو الفلفل طبقى لكم الاخطيار يبقى لكم اذاك الشي الاخطيار هنايا هادين نخلطوا هاد المكونات ونخليهم يتشحروا اه مزيان قوك نخلطوا فيهم حتي يعني يتشحروا ويدخلهم اه طيب مزيان لانما هدي شي يحتاجوا انهم يطيبوا بزاف الفراني ان ذيك البطاطة هدي تكون ديجة طيبة من اللي ان نرولي وها كيف كانت شوفوا انني كان يعني ذيك الكفتاة كنا نحاول انني اه نحلها نعفص عليها باش تنحل ما تبقاش هاك كي يعني مروليا ونخليوها تتشحرنا باش مطلقناش الماء نحاولو اه نجهدو للبوطة باش هك هاك هاك البصلاك وشيتش حار ما تتلقش اه داك الماديا لها بس تبقها غير هاك الزيت اللي اه اللي ضفنا هادي انضيف واحدة شوية من اه تحميره او البابريكا ونخليوها تتشحر هادي انفوتو جانبا وهادي اه نحضر اه يعني هاد البطاطة المبشورة اللي هادي انو بشرها اه في هاد المبشرة اللي هي شوية غليضة باش تجي البطاطة اه امشوكا هنا بالنسبة البطاطة كلها وكيف يعني الطريقة اللي بغا يديرها بغا يديرها مبشورة اه بغا يسلقها بغا يه يعني بزاف انتع له انتع الطرق كي اللي كي يقصها بحال شيبس دوائر رقيقة ويعني ويستعبلها انا اه اه بشرط البطاطة هاكا وهدي تشوفو معايا الطريقة اللي هادي بعد ما نكمل اه البشر يعني هاكا الحكم تاع البطاطة طريقة اللي هادي ندير لها وبه بنسبة لهاد الاوكلة كتجي زيانة ويعني كتشبع وكتحتوي على يعني بزاف ده اه دي المواد وبالنسبة للشهر رمضان كتا يعني كتا تستعمل يعني هاده الوصفة هدي كتجي زيانة الامائدة لالإفطار هنا بعد ما ضفت الملح نحركها جيدا ونضف الكمية اللي هدي ندير وهدي نخليها تستارح وحدى الخمسة دقائق وهدي ندوز هنا يا هدي نعصرها هديك البطاطا كيف كتلاحظو ماديش نخلي فيها نهائي للماء هنا هدي نعصرها غير مرة ماديس ندير لها جوج مرات كيف الفيديو الفايت هنا هدي جبت واحد يعني لاطة طاع الفران او واحد صنين طاع الفران كلها وكيف هاش يقول له وهدي نفرش له هكا يا بابي كويسون يعني ورق طبخ او ورق الطهي ونحكا هدي نديرو على هدك الجهة اللي كتكون رطبة وهدي ندهله الزيت نحاولو نديرو حد الكيمية باش هكا ما تلسقناش وتجي هديك البطاطا من اللوجه ديالها حمرة يعني تجي زوين اللون ديالها هنا هدي ندوزو باش هدي نعصر هديك البطاطا كيف كاتشوفو هدي تطلقو حد الكيمية انتاع الماء هدي هي النتيجة من اللي انا كان عصروا لها الماء كاتطين هديك البطاطا كاتجي مشوكا من اللي كبطيب لان ذيك النشاويات كيخرجوا منها وما جيش على البطاطا اللي كاتكون مسلوقها كيف شفتو الماء اللي حيت منها هنا هيا عدي نضيف لها شوية من آآ الابزار وهدي نضيف ثلاث بيضات اللي بغي يضيف اربعة اللي كانوا البيضة الصغار اضيف المهم على حسب الكيميان طاع البطاطا اللي عندك يبقى البيض وهدي نخلط آآ البيض مع آآ البطاطا جيدا حتى يندمج مزيان ما توقاش عنا جيها مخلطة وجيها لا شوكا تلاحظو اللي بغا يضيف يعني آآ آآ البابري كتكون حارة آآ بغا يضيفها يضيف لي بغا يضيف معها المعدنوس او قطع منه على حسب يعني اللون بغا يضيف معها القليل من آآ الفلفل الأحمر وأخضر يضيف هي بقلوق الاختيار كاللي كيدير معها شوية الفرماج كاللي كيدير ملعقة انتا الدقيق او النشا انا مهدي ندير فيها حتاش حاجة غير آآ البيض وقد جي زوينا يعني مهديش هدي الترولة بكل سهولة كاللي كيدير الدقيق من نشا باش يعني ملي كالترولة يعني كتساعدو انا يمون كتاب فيه تغير بالبيض كيف كتلاحظو ما اضفتش شي اضافة اخرى وبعد ما سرحنا هدي كل البطاطا نكونو سخنا آآ الفران جيدا على حرارة مرتفعة لكالفران تاعه آآ يعني شعلوها التحت والفوق هدي نطلحها الفوق ونخليها طيب هنا اآ بعد ما اتشحرت لي هديك الكفتة مع آآ الفلفل والبصلة اضفت لها آآ كيمية من المعدنوس وكيف كتشوفوها هي اللطة دينا اآ وجدتنا تاع آآ البطاطا هنيا مشيت ندير آآ الفرماج ووقعت لي وحت الواقعة لقيت ان الفرماج ما عرفتش علاش في التلاجة الغمل محيت راني جبتو هدي سيمانا درت به البيتزا وملي حلقيتو بحال حار ولا اللقو ديالو حار وهنا مشيت جبتو حتى ثلاثة الفرماجات كيري وزدتهم من ما بقاليش الفرماج توما ديرو الفرماج آآ المبشور انا يا راني لحتو محيت صبتو لك الزبدة الحارة كاسمن البلدي ونهدي نجيبو هديك الخوضر دينا وهدي نسرحوهم هكا كيف كتشوفو فوق من هديك آآ البطاطا نسرحوهم جيدا ومن الاحسن من اللي كيكون آآ الفرماج كتحافظ على هادك آآ يعني آآ هادك الكفتاو هادك الشي كيبقاوه ذاك الرولو آآ شد يعني آآ راسو من اللي كتقصي هادك اللي كفتاو ما تبقاش كتفرتت كيشدها هادك آآ الفرماج وهنا يا هدي نشدها كالرولو ونحاولو اننا نزيرو جيدا كيف شفتو البطاطا اراها طيبة من التحت اللون ديالها جاء حمر ونبقاوها كالرولو وحنا ين نزيرو هادك نديرو الكيكنت على جين واز ونحاولو هاكا اللي كان عندو الوقت يخليها هاكا يا ويديرها في تلاجا حتى الوقت الايفطار ويدير لها الفرماج ويديرها في يعني في الفران يدوب الفرماج نزينوها بالفرماج واللي كان في الوقت بحالان كنت مزيرو بها كان عندي يعني آآ العشاء آآ خصني آآ ضروري عادي نزيد نكملها الطياب آآ في ذاك الوقت هنا كان عندي الفرماج مو تلاتات آآ زيت هنا يا درك لها شوية فرماج هاكا ديكوريت ها محيط ما كانش عندي الفرماج المبشور يعني في لكم ضاعلي ودرت هاكا يا يعني آآ على كل زين وإلا بغيتوا تخليوها غير هاكيك حتى التالي وزينوها يعني غير بالمعدنوس الفوق إلا ما كانش الفرماج ما أبسط الأشياء نديرو الحاجة وهذه نديرها في الفرران خليها تكتامل هيا بعد ما آآ يعني زادت طابط في الفرران ديكوريت ها على هاد الشكل يعني بوحدة شلادة اللي هي بسيطة شوية معدنوس والخس والباربع ونقول لكم دومتم في رعايتي الله وحفظيه إلى فيديو آخر إن شاء الله ما تنسوناش بالبصمة وليما مشتاركش يشتارك فضلاً وليس أمراً وطلوا في راسكم إلى فيديو آخر إن شاء الله والبصمة البصمة لانك تلقى بزرد الكومنترات اكثر من البصمة